أصدر النائب العام قرارا بحبس المتهم بالاحتداء على شرطي في الشارع لمدة 21 يوما وإحالته إلى السجن المركزي وطلبت نيابة العامة إجراء تحريات تكملية كما قررت إحالة المتهم والشرطي إلى الطب الشرعي وبناء على توجيهات وزير الداخلية كرم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور بالإنابة لواء فهد شوية شرطي المرور المنتصر لإساق الجوال في المهبولة